خمس وعشرون حالة وفاة وإصابة في أوساط النازحين نتيجة منخفض جوي مصحوب برياح شديدة فيما تضرر سبعة آلاف مأوى بشكل كلي وجزئي في أكثر من أربعين مخيما للنزوح معظمها بمركز محافظة مأرب وسط مطالبات بتدخلات عاجلة لإنقاذ المتضررين البيت حقي شلت العواصف والرياح ولا دريت وين أمسي البارح أمسيت في المطر والرياح والمنظمات ولا حاجة ناشدكم وناشد المنظمات الذي لم تأتي لحدك والآن ناشد فعلي الخير أن ينظروا إلينا أن ينظروا إلينا عوائلنا في المدارس تشردوا من جر العواصف والرعود جهود متواضعة تبدلها السلطات محاولة مجاراة تتباعات المنخفض لإعادة التيار الكهربائي والمياه معلنة تلبية الاحتياجات الأساسية كالقذاء والمأوى تخفيفاً لمعاناة الناس وأوجاع عهم المتزايدة مع استمرار تقلب حالة الطقس بادرة السلطة المحلية بتنفيذ بعض الخدمات أو المشاريع الإنسانية كغذائية أو إيوائية لكننا نحتاج إلى تكثيف الجهود ومساعدة حول الأسر المنكوبة نحتاج إلى تنفيذ تدخلات عاجلة من قبل الشركاء الإنسانيين مع الأسف الاستجابة من قبل الشركاء ضعيفة جداً إلى هذه اللحظة اجتماعات للجنة الطوارئ الساعية لتنفيذ خطتها بفرق ميدانية تشمل فرقاً متخصصة في الإنقاذ والإخلاء بعد عمل مصدات مائية تقليلاً للخسائر البشرية والمادية في وقت تصاعدت فيه المناشدات الشعبية والحقوقية للحكومة وشركائها الإنسانيين محليين ودوليين لإسناد السلطة المحلية هنا في الملف الإنساني بالق التعقيد خاصة في موسم الأمطار أسر نازحة وأخرى تعرض أفرادها للأخطر والإصابة بفعل الأمطار والصواعق الرأدية في ظل محاولات لا تبدو كافية لاحتواء تداعيات المنخفض الجوي يتزامن ذلك مع غياب شبه تام لتدخلات المنظمات والهيئات الإنسانية خليل الطويل قناة بلقيس مأرم